واحدة بس في العمر قولي ودعاً لتشققات وخشونة القدمين للأبد طبيعة تنعيم ترتيب إزالة للتشققات والسواد وأصار الصندل هيخلي رجليك زي البيبي حتى لو كانت التشققات عندك عنيدة هيخلي رجليك بيضع نعمة ما فيهاش تشققات للأبد انت هتستخدميها مرة واحدة بس في العمر وهتشوفي نتائج روعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بخواتي وحبيبي عاملين إيه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة أخواتي وحبيبي الغاليين جايباً لكم وصفة حلوة جداً جداً بحاجة بنرميها في الزبالة هتخلي كعب رجليك زي كعب البيبي بالزبط لو عند تشققات عندك آآ 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 جلد ميت آآ رجليكي صامرة آآ رجليكي كعب رجليك آآ في آآ تشققات عنيدة قوي عايزة أقولك إن رجليكي دي هتبقى بيضة وهيشلك التصبغات وهيشلك أصار الصندل وهيشلك حروق الشمس وهيشلك كمان آآ أي تشققات في كعب رجليكي والنتيجة من أول استخدام أبما أبدأ وصفتي لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الإشراك الأحمر واتفع علي جارش اللي نسال لكل جديد لايك للفيديو فضلاً وليس أمر بصوا بقى المكون ده أنت بترميه في الزبالة وموجود ومتوفر عندنا كلنا ده بقى اللي هيشلك أي تشققات في رجليكي والنتيجة من أول مرة بقولك إيش عمليها مرة واثنين وتلات عشان تحصولي على نتائج لأ اعمليها مرة واحدة بس وشوفي بنفسك رجليكي دي هتبقى عاملة إزاي هنبدأ نجيب قشر مص برتقانوية القشر اللي احنا بنرميه وبناكله ده خلاص احنا هنخسله كويس ومش هنرميه بقى وهنشوف بقى النتائج الفضيعة ويه رجليك هتبقى عاملة إزاي هناخد قطعتين من قشر البرتقان وممكن قشر اللمون بدل قشر البرتقان لاتنين هيدوكي نفس النتائج في إزالة تشققات القدمين وتفتيح القدمين هنبدأ نقطع قشر البرتقان بتاعي لقطع صغيرة بالشكل ده وزي ما قلتلك استخدمي قشر اللمون لو عايزة مش مشكلة الاتنين هيدوكي نفس النتائج وهنبدأ نقطعها بالشكل ده كده لقطع صغيرة بالشكل ده لحد ما نقطعهم خالص وعلى قد ما تقدار يتقطعهم قطع صغيرة على قد ما هيكون أفضل وهنقطعها كده وهنبدأ ان احنا ننضيفها كده هو في الطبق بتاعي اشرق الليمون بتاعي اشرق الليمون بتاعي هنبدأ ناخد اشرق البرتقان بتاعي ده على النار هيغلي لمدة دين تلاتة لحد ما المياه تبدأ ان هي تنشاف منه ويبدأ يستوي معاك يعني انا عايزة اشرق البرتقان ده يستوي خالص معاك حتى لو حبيت يضيف له مياه تاني لحد ما تحس ان هو استوي معاك عادي بس الافضل لو حطتي على نار هادية ويقفلت عليه هتلاقي استوي معاك على طول وهو الريكي برضو شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما يستوي معاك بصوا حبايب قلبي هي استوت معاك خالص اهو ومفيش غير شوية مياه بسيطة بس هي اللي فايدة منها هتبدأي بعد اغذيها وتجيب الخلاط بتاعك وتخلطيها في الخلاط لحد ما تبقى نعمة خالص وهي فيها شوية ميا فا مش هتحتاج ان انت تزودي ميا ولا حاجة ولو احتاجتي عشان تحركي الخلاط ممكن تزودي معلقتين تاني من المياه هخلطها كويس قوي لحد ما تبقى نعمة وبعدين هرجعلكو تاني اهو زي ما انتم شايفين بقى كيريني القوام خالص عايز اقولك المكون ده نتايجه فضيعة يابنيت عايز اقولك كمان ريحة اشرق البرتقان وهي مفرومة كده حلوة قوي قوي هتبدأي بقى تغذي على كشور البرتقان بتاعتي معلقة كبيرة من ملح اللمون وانا قلت عليه انه من الحاجات المبيضة وكمان اللي بتحارب اي سواد واي تشققات في القدمين طيب لو انا مش متوفر عندي ملح لمون او مش قادرة ان انا اجيبه يبقى هحط بدل معلقة ملح اللمون دي هحط معلقة من الملح الطعام العادي بس لو عندك ملح لمون يبقى افضل هنبدأ نقلم معلقة ملح اللمون بتاعي كويس جدا مع اشر البرتقان بتاعي لحد ما يندمجوا كده مع بعض ويدوني القوام الكريمي ده تمام؟ بعد كده حبيبة قلبي هتضيف عليهم معلقة كبيرة معلقة كبيرة كده من النشا او القرنفلا على فكرة الوصوة دي تنفع كمان للرقب والاكواع والاماكن الغمقه في الجسم ينفع كمان للجسم بس لتشققات القدمين لا ده هو ينفع لاي منطقة فيها سواد وفيها تشققات بدأنا نقلب لحد ما ادني القوام الكريمي اللي معايا ده اخر حاجة بقى هنضيفها هنضيف معلقة هنضيف معلقة من الخل خل الطعام العادي جدا هنضيف معلقة من الخل بالشكل ده معلقة صغيرة من الخل وهنقلبها كويس جدا شايفين الخلطة السحرية دي مش هقولك عمليها مرة ولا اتنين هي مرة واحدة بس هنبدأ نركنها كده وهنعمل خطوة الوقاية خطوة الوقاية دي مش هتخلي يجيلك تشققات في قدمك تاني او يجيلك سواد في رجليك تاني وهتخلي كعب رجليك دايما ناعم ولونه وردي ومش هتخلي اي تشققات تجيلك تاني كمان خاصة في الشتاء رجليك هتبقى حرير ونعمة زي الحرير وبيضة زي الاشتاء طبعا المكونات دي احنا مش نعملها زي ما اتركوا مغير مرة واحدة بس لانها من اول مرة مش هتخلي اي تشققات تجيلك هبدأ بقى اضيف معلقة من النشا في طبق بالشكل ده معلقة واحدة بس من النشا وهضيف عليها معلقة من زيت جونسون ومش لازم زيت جونسون ممكن تحطي زيت زتون ممكن تحطي اي زيت مرتب يعني المتوفر عندك حطيه وزي ما قلتلك مش لازم زيت جونسون انا متوفر عندي زيت جونسون ما يكون عندي من فترة فهي هستخدمه لو عندك زيت جونسون يبقى طبعا افضل بكتير اخدنا بالشكل ده طبعا انا بعمل معاكو كمية تجربية بتقدر تكتري الكمية زي ما انت عايزة وعلى معلقة زيت جونسون هنضيف معلقة من الفازلين على زيت جونسون والنشا هنضيف فازلين وهنقلب الفازلين بتاعي كويس جدا مع زيت جونسون وكمان مع عايزة اقولك هتديكي والله نتاك حلوة جدا جدا تنفع كمان للمناطق الحساسة قوي هنبدأ نقلبها كويس زي ما انت شايفة كده القوام ده في حاجة بقى هنضيفها مع بعض دلوقتي هنبدأ نجيب حتى صغنونا خالص خالص من بدرة العكر الفاسي او بدرة دم الغزال طبعا العكر الفاسي او دم الغزال ما ينفعش نحط منه كمية كبيرة بصوا اللون فاضيع 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 تمام؟ شايفين الجمال؟ دي بقى هتخلي كعب رجليكي وردي وناعم زي الحرير ومستحيل يجيلك فيه تشققات تماما تعالي بقى اقولك نستخدم الوصوة دي اللي هتزيل اي تشققات واي خشونة واي سواد في رجليكي وبعدين هقولك نستخدم وصفة الوقاية ازاي؟ هتبدأي بقى على كعب رجليك تحطي المقونات بتاعتك بالشكل دي على كعب الرجل ويفضل تكوني نقع على كعب رجليك وامطرية الكعب كده نعاف شوية مية سخنة وخليتي الكعب كده يبقى طري وتنشفيه وتروح يحط فيه وحطي بقى في رجليك كلها في كعب رجليك وكمان رجليكي كلها عشان ده بيفتح وبعد كده هتبدأي تجيبي كيس وهتبدأي تلبسي الكيس بتاعك بالشكل ده كده وتقفلي على رجليك وتقفلي على كعب رجليكي بيق المقونات شوفي بقى ازاي هييفور لك اي سواد والتشاققات هتتشال وتتفتفت قدام عينيكي بعد ما هتبدأي تلبسيه بالشكل ده هتسيبيه بس لمدة ساعة مايقلش عقيني أنا مقاسفة من الساعة هي نص ساعة 30 دقيقة هتسيبيه 30 دقيقة فقط وبعد الثلاثين دقيقة متعدي هتبدأي ان انتي ولو تقدر تسيبيه كمان ساعة يبقى افضل يعني اقل حاجة 30 دقيقة وممكن تحطيه وتسيبيه ساعة على قد ما تقدر يسيبيه وبعد كده هتبدأي بقى تخسلي رجليكي كويس جدا جدا وبالحجرة كده ابدأي ان انتي ادعاكي او بالليفة كده ابدأي ادعاكي كعب رجليكي وشوفي قدية التشققات هتختفي معاك تماما وقدية رجليكي هتبقى بيضة زي الاشراء الخطوة دي خلاص احنا عملناها وكزي ما قلتلك تقدر تعمليها في جسمك وتقدر تعمليها في المناطق الحساسة كمان هتبدأي بقى خلاص دي احنا يعني هي من اول مرة مش هتحتاجي تعمليها تاني خلاص احنا سزيلنا اي تشققات في القدمين هنبدأ بقى ننقل الكريم بتاعي الرهيب ده وهنبدأ ننقله عندنا في علبة وهتبدأي تقفلي عيو ده هتستخدميه بشكل يومي وهتبدأي ان انتي تدهنيه على كعب رجليكي بالشكل ده شايفين اللون حاجة في منتهى الجمال والروعة هتبدأي تدهنيه بالشكل ده على رجليكي كلها وتحطيه كمان على كعب رجليكي وتلبسي شراب كده وممكن كمان ما تلبسيش شراب ولا حاجة لو مش عايزة وابدأي شوفي بقى رجليكي هتبقى نعمة وكعب رجليكي ازاي هيبقى دايما وردي وكمان رجليكي هتبقى ما فيهاش اي تشققات نهائيا جربوها يا بنات والله العظيم تحفى اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته